يبدو لي أن الجياد جاهزة لانطلاقة الشوط الرابع The All Set We'll reach number four The Arof and Racing انطلق الشوط الرابع لكاسم شيخ سلطان بن حمد الخليفة لمسافة 1600 متر سباق هنديكاب تصنيف من صفر إلى ثمانين بمشاركة 13 من الجياد بكالعادة Allergic Reaction هو الذي يتصدر السباق من البداية بينما يلحق به ثانيا سر تشارلي كونس بقيالة الفارس كولفين حبيب المرشح الأول Born to Boom في المركز الثالث بينما رابعا ياتينا في هدي والمركز الخامس جوميرا غلوري والمركز السادس تاتينا ليس سدرين والمركز السابع نافرون وسايد مويندر في المركز الثامن بينما المركز التاسع ياتينا ميلرسورف والمركز العاشر هناك أيضا فوجيرا بريج والمركز الحادي عشر هناك وكويفلينت وعلا وبرومشيز في المركز ما قبل الأخير وليت جو إيغو في آخر الجياد هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية وانزال leirgic reaction مع عبدالرحيم جاسم هو الذي يتصدر سباك من بدء الانطلاق المركز الثاني هناك محاولات من قبل سر تشارلي كونس مع الفارس كولفين حبيب ومحاولات من قبل الفهيدي بينما انطلاق سايد ويندر من وسط الجياد انطلاق سايد ويندر مع الفارس بريدو إذن الصدار مع عبدالرحيم جاسم leirgic reaction بينما انطلاق بريدو ينطلق مع سايد ويندر عدنان جعفر وهناك أيضا محاولات من قبل أيضا هناك allergic reaction لا زال هو الذي يتصدر سبا محاولات من قبل sidewinder وكويفلين قادم بقوة لكن هنا sidewinder وأيضا لدينا allergic reaction وكويفلين فعلا allergic reaction يبدو لي من تزع هذا الشور بقيادة عبد الرحيم جاسم بانتظار الصورة من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية allergic reaction وسايد ويندر وأيضا كويفلين في دخول ثلاثي على خط النهاية بانتظار الصورة من قبل لجنة التحكيم allergic reaction بالعين المجردة هو من انتزع هذا الشوط لكن رح نترك النتيجة إلى لجنة التحكيم نتعرف على الفائز في هذا الشوط